هذا الحديث العظيم الذي فيه الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل العوارض اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك الشباب سيذهب والصحة تعتل بالمرض والغنى يذهب ويجيء والفراغ يزول مع الوقت عندما يزداد الإنسان في حياته العائلية مسؤوليات وفي أعماله وكسبه والموت يقطع الحياة ويأتي متى ما أراد الله إذن التعجيل التعجيل البدار البدار استغلال أوقات العمر اغتنام الظرف في الباقيات الصالحات قبل الانشغال والتعذر حث على اغتنام الشباب والصحة والغناء والفراغ والحياة خمسة أشياء في رأس المال عظيمة جدا الحياة والوقت الغنى الصحة الشباب قبل الهرم والمرض والفقر والانشغال والموت شبابك قبل هرمك الشباب النشاط الحيوية القوة الهرم ضعف وعجز اغتنم هذا قبل أن يأتي هذا قبل أن يأتي هذا الصحة قبل المرض فالمرض قد يدهم قد يطول قد يقصر قد يكون مزمنا قد يكون عارضا يزول لابد من المبادرة اغتنم غناك قبل فقرك عندك مال الآن تصدق في كل الاتجاهات والأبواب التي تستطيعها فقد تفتقر ويذهب المال أنت الآن قادر اعمل اغتنم فراغك قبل شغلك قبل الشغل بأهوال القيامة التي أول ما نازلها القبر وقبل الانشغال بأمور الدنيا من الزواج والأولاد والوظيفة ومشاكل الحياة الذين عندهم خدم عليهم مسؤوليات واجبات مضاعفة هناك من يعمل يحمل عنهم الأعباء العزاب عند انفراغ الآن قبل أن يتزوجوا فتصبح مسؤوليات الزوجة والأولاد تتلاحق الطالب عنده وقت أكثر من الموظف ربما الذي يحتاج أن يعمل أحيانا دواما إضافيا ليغطي مصاريف الحياة اغتنم حياتك قبل موتك من مات انقطع عمله وفات أمله وتوال همه هذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها كما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كثير من الناس مغبون إشارة إلى أن الموفق فيها قليل الموفق فيها قليل لأنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس فيكون صحيحا ولا يستثمر صحته ويكون متفرغا ولا يستثمر فراغه الكسن على الطاعة مصيبة التقاعس والقعود والتسويف كارثة الشيطان يقول لك لعل وعسى لعل وعسى وسوفى وسوفى من أعدى الأعداء عسى وسوفى لعل وسوفى قال الحسن ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني قال الفضيل لرجل كم عمرك؟ قال than 60 سنة قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تبلغ قال الرجل إن لله وإن إليه راجعون قال أتعرف تفسير ما تقول إن لله وإن إليه راجعون من عرف أنه لله عبد وإليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا قال الرجل فما الحيلة ماذا أفعل قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي أي ثمن للعمر إذا لم يكن طاعة الله الله قال سابقوا وقال سارعوا وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قبل أن يأتي الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بادر هواك إذا هممت بصالح خوف العوائق أن تجيئ فتغربه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من المبادرين بالخيرات